للمرة الأولى من بعد الحرب في غزة استأنف نحو 150 تلميذ تعليمهم في رعية العائلة المقدسة للاتين وقال الأبرو منالي كاهن الرعية لا توجد مناهج دراسية رسمية للمتابعة إنما الهدف هو مساعدة الشباب على توجيه طاقاتهم العقلية نحو شيء بناء حتى يكونوا جاهزين عند استئناف الدراسة بعد أن فاتهم عام كامل من التعليم بسبب الصراع المستمر وأوضح الأبرو منالي أن التلاميذ يتلقون التعليم الديني والتعليم المسيحي على يدي 40 معلما متطوعا وأشار إلى أن اللاجئين الشبان من رعية القديس بيرفيريوس المجاورة يشاركون أيضا في أنشطة المدرسة